ومن رام الله ينضم إلينا هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات ودراسات الاستراتيجية مرحبا بك سيد هاني ما الرسالة التي يحملها المشاركون في هذه المسيرة وما هي الفعاليات التي تم تنظمها من قبل الحراك الشبابي والشعارات التي رفعوها الرسالة هي أولا تأكيد المؤكد بأن الشعب الفلسطيني واحد رغم اختلاف الظروف وتباين الأولويات ولكنه صاحب قضية واحدة ومصيره واحد وأن الضفة الغربية صحيح أنها تأخرت ولكنها انتصرت في النهاية لغزة مثل ما انتصرت سابقا ومثل ما انتصرت غزة لها ومثل ما انتصرت تجمعات الشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية على مدار أكثر من مائة عام منذ نشوء القضية الفلسطينية وحتى الآن هذا أمر في منتهى الأهمية أعتقد أن القيادة السياسية الفلسطينية ستأخذه بالحسبان أن الشعب الفلسطيني لم يبقى مكتوف اليدين وهو يرى أن حتى قرارات المجلس الوطني التي نصت على صرف الرواتب ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة لم تنفذ وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يقبل ربطه بأي قضايا أخرى هذه حقوق أساسية للإنسان لا يجب أن تربط في تمكين الحكومة أو بإنهاء الانقسام لأنها حقوق والقضايا السياسية لا يجب أن تكون ضحيطها معاناة إنسانية هائلة يكفي شعبنا في قطاع غزة ما يعانيه من حصار خانق ومجرم يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ويكفي كل أشكال العدوان والوحشية التي تمارس خلال القتل أمام مرأة العالم كله كل هذا يستوجب أن يكون هناك دعم لصمود شعبنا في قطاع غزة وخصوصا أن موازنة السلطة في هذا العام نصت على أن الموازنة ستخصص 100 مليون دولار شهريا بدل رواتب الموظفين العموميين في غزة ونفقات قطاعي التعليم والصحة حتى مع عدم تمكين الحكومة في القطاع وهذا أنا أقرأ بالنص من موازنة الحكومة كما أورد البيان أنه في حال تمكين الحكومة في القطاع فأن الموازنة ستخصص نفقات لرواتب 20 ألف موظفين سيد هاني كيف يمكن البناء على المسيرات التي حصلت يوم أمس للضغط على السلطة؟ أعتقد أن الذين نظموا هذا الحراك أعلنوا أنهم سيواصلون حراكهم حتى تحقيق أهدافه برفع العقوبات عن قطاع غزة لأن رفع العقوبات عن قطاع غزة سيوفر أفضل الظروف لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لأن الهدف الأكبر في النهاية هو توحيد الشعب الفلسطيني توحيد كل القوى الفلسطينية في مجرى الصراع ضد التناقض الرئيسي في مجرى الصراع ضد الاحتلال ولذلك أعلنوا عن نشاط غدا الساعة الحادي عشر أمام مجلس الرئاسي الحكومة وسيقومون بنشاطات متواصلة صغيرة وكبيرة حتى يتحقق أهدافهم وخاصة أن أهدافهم تعبر عن إرادة الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني ولا تعبر عن المجاركين في مظاهر صراعا نعم مضحت أصورة سيد هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحث سياسات والدراسات الاستراتيجية شكرا لك اشتركوا في القناة